الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِمُوا بَيْنَ يَدَي اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَقُوا اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ سَبِيعًا عَلِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرُفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجَهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ وَلَا تَجَهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشَاطُونَ إن الذين يهضون أصواتكم عند رسول الله إن الذين يهضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَ الْأُنْ فَاسِقٌ بِنَبَئٍ فَتَبَيْنُوا أَنْ تُصِبُوا قَوْمًا بِجَهَارٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِنِينَ واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعلتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أُولَذَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَنِعْمَهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَإِنْ طَائِفَ تَالِمِنَ الْمُؤْنِنِينَ قَتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّذِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيئَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَأَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْصِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ الْمُقْصِطِينَ إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم عسى أن يكونوا خيرا منهم على نساء من نساء عسى أن يكون خيرا عسى أن يكون خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بِئْسَنِ اسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إفء وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَهُتَبْ بَعْضُكُمُ بَعْضًا أَيُحِبُ أَهَلُكُمْ أَيْءٍ يَأْكُنَ لَحْمَ أَخِهِهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوا وَاتَقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقَنَاكُمْ مِنْ فَكَرٍ وَأُنْ فَأَوَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عَنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عَنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّاكُمْ قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُونُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ قُلُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ إِنَّ مَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَغْتَابُوا وَجَاهْدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّابِقُونَ قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِبِئِنِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِئٍ يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَمْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُّ عَلَيْكُمْ أَمَّ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَنُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ عَلَيْكُمْ